اشتركوا في القناة ويكون عبارة عن معجزة في حياتك بتحصل طبعا انت مش متوقع الامر ده مش متوقع ان يكون في عوض بالشكل ده ولكن سبحان الله ربنا عنده كتير جدا وعوضه كبير جدا والشخص المحروم بيفرح اكتر من الشخص اللي مش محروم اكيد اخواني العزاء لو حد من الناس اللي سمعانا جرب العطاء بعد المنع وجرب عوض ربنا سبحانه وتعالى اكيد الفرح بيكون اكبر بكتير جدا من الشخص اللي بياخد الحاجة من غير منع ومن غير تعب اخواني العزاء هنتعرف عن علامات جميلة جدا ممكن تظهر في المنام تبشر الشخص بالعوض القريب جدا وتبشره بالعوض المفاجئ المعجزة بازن الله ولكن قبل ما اخرش في تفاصيل الفيديو احبب عليكم اشتركوا في القناة وفعالوا زر الاشعارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار ولو حد عند رؤية او حلم وحابي بيفسرها ممكن يكتب لنا في التعليقات وان شاء الله انا اتواصل معا والرد عليه في اسرع وقت اول حاجة اخواني العزاء بالنسبة للاحلام اللي بتظهر في المنام كلها احلام مبشرة جدا وكلها احلام جميلة جدا ولازم نعرف ان الرؤية الصالحة من الله سبحانه وتعالى بيبشر بيها العبد والرؤية السيئة من الشيطان بمعنى انك ممكن تشوف رؤية مفرحة ورؤية جميلة جدا في بعض الناس تقولك ده حديث نفس ولا انت متعلق بشيء فبتشوف الكلام ده اكيد طبعا حديث النفس وارد ولكن في حاجة اسمها الرؤية الصالحة انك تشوف نفسك فأهي كويسة مثلا ولا بتاكل اكل كويس ولا بتلابس لبس كويس ولا قاعد مع ناس كويسين اكيد اخوانا عزادي رؤية صالحة لما تشوف شيخ مسلا شيخ لما تشوف صحابة صحابة من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام اكيد اخوانا عزادي بتكون رؤية كويسة وبتكون بشرات للشخص عشان تعرف ان الرؤية الصالحة من الله سبحانه وتعالى ما بتجيش في هيئة وحشة ما بتشوفش نفسك ان انت تعباد ما بتشوفش نفسك ان انت حزين ما بتشوفش نفسك ان انت مثلا لبس لبس مقطع ما بتشوفش نفسك ان انت لبس لبس متسخ ما بتشوفش نفسك ان انت بتغرق إنما الرؤى الصالحة بتشوف نفسك في منظر كويس في هيئة كويسة في مكان كويس مع ناس كويسين كمان ممكن تشوف الامنية بتاعتك بتلحق قدام عينيك في الاحلام فدي البشرات اخواني عزائي نرجع للأحلام اللي هي ممكن تبشرنا أول حاجة اخواني عزائي أكل الطمر في المنام وكان مزاقه كويس ورطب فطبعا اخواني عزائي رؤية جميلة جدا ومبشرة جدا بالعوض وإن بإذن الله فيه فرج قريب جدا للشخص بتاكل طمر في المنام بتاكل أكل عجوة من عجوة المدينة دي حاجة كويسة جدا فبعض الأحيان الناس بتشوف ان مثلا كأنه في السعودية مثلا وبيأكل الطمر بتاع السعودية طبعا دي حاجة جميلة جدا وبتدل على الرزق الحلال الواسع المبارك فيه بإذن الله وطبعا ده هيجي لك بعد تعب وبعد مشقة وبعد صبر كبير كدا فمحدش يستعجل على أمر ربنا ما أردش بي لسه يعرف كده ان ربنا لما بيريد هتاخد حقك وزيادة وهتفرح أكتر من الشخص اللي هو بيتحقق لأمنيته من غير ما يتعب ولا من غير ما يجدهد رؤية تانية برضو رؤية كويسة جدا وهي رؤية المشايخ والعلمة في المنام لبسي اللبس عبيض فهيئة كويسة بيتكلموا معنا بنتكلم معاهم بناكل مع بعض مثلا في المنام بيوجهونا لطرق معينة بيقولونا مثلا اقروا قرآن بيقولونا ادعوا بيدعولنا اي شيء كويس بنشوفه مع المشايخ والعلمة في المنام دي علامة جميلة جدا على انك بإذن الله ربنا هيعوض عليك عوض كبير جدا والعوض ده هيكون مفرح ومعجزة في حياتك بإذن الله رؤية الثالثة اخوان عزائزة رؤية الصحابة في المنام زيهم زي رؤية المشايخ والعلماء ولكن افضل كمان واعلى رؤية الصحابة رؤية جميلة جدا بتبشر ان شاء الله خاصة لما نشوف نفسنا موجودين معاهم في مكان كويس مكان مبهش لابسين لبس كويس فرحانين سعداء نعرف ان فيه امنيات هتتحقق ان شاء الله بإذن الله وفيه عوض عن قريب جدا ان شاء الله رؤية الرابعة اخوان العزائزة رؤية الحرم المكي رؤية الكعبة الشرب من مياه زمزم رؤية الطواف الدعاء عند الكعبة دي كلها مجموعة ممكن تشوفها تدل على ان شاء الله فيه عوض وفيه استجابة للدعاء وفيه تحقيق اهداف وطموحات بإذن الله رؤية الكعبة والدعاء عند الكعبة والطواف ورؤية اللبس الاحرام كمان رؤية كويسة جدا ورؤية الشرب من ماء زمزم كل دي بشارات بإذن الله وده تعتبر رؤية صالحة بتجيلك في المنام ربنا بيبعتها لك كده يبشرك بيها ويقول لك ان عوضه قريب جدا ما تيقسي وما تقنطش ولا تكف ولا تمل عن الدعاء الرؤية الخامسة اخوان عزاء رؤية برضو مهمة وهي صعود الاماكن المرتفعة في المنام كل ما تشوف نفسك بتصعد مكان مرتفع في المنام اعرف ان انت ماشي في الطريق تحقيق اهدافك ان انت ماشي في طريق تحقيق امنيتك ان انت ماشي في طريق العوض باذن الله كمان من الرؤية الكويسة جدا اللي هي مبشرة برضو بالعوض رؤية زراعة الاراضي في المنام يعني انت بتشوف نفسك بتزرع في ارض بتجيب شجرة مثلا وتغرسها بتجيب نبات وتزرعه بزور مثلا وتزرعها بتجيب مياه وتزقي ارض او تزقي شجر او تزقي زر دي رؤية برضو معبرة جدا بالخير والبركة ومعبرة بالعوض ان شاء الله اي شخص شوف نفسه حتى لو شفت نفسك في الزرع الاخضر كانك واقف او ماشي في الزرع الاخضر اعرف ان في عوض قريب جدا منك وانك هتفرح فرح كبير جدا بالعوض ده ان شاء الله كمان برضو من الرؤية الكويسة جدا رؤية المنازل الجديدة او الاماكن الوسعة في المنام بتلاقي نفسك اهد في منزل جديد او مكان واسع في المنام تعرف على طول ان ده تغييرات مهمة في حياتك تغييرات للافضل وده عوض كبير جدا اه ربنا سبحانه وتعالى اه هيعوضك بيه عن فترة اه امتناع او فترة اه تعب انت مرت بيه كمان برضو من الرؤية الكويسة جدا اللي هي تعتبر بشرات رؤية الميت في المنام ولكن الميت فهي اكويسة بيحضنك بيقبلك وسعيد بيك وفرحان بيك اعرف على طول ان ده خير ليك ان شاء الله وخير للميت في نفس الوقت ربما ان الرؤية تخص الميت من ناحية ان انت دعت له دعوات ووصلت له او اخرجت له صدقة مثلا ووصلته فبالتالي فرحان وسعيد بيك والناحية اللي تخصها كده ان انت ان هي دي بشارة والميت بيفرح لأهله لما بيتحقق لهم امر في حياته لما بيجي يتحقق امر اه مثلا زواج مثلا انجاب مثلا اموال مثلا انتهاء مشكلة انتهاء قلب الميت بيكون فرحان وسعيد ان الموضوع ده حصل او هيحصل مع اهله فبالتالي ممكن يجيلك في رؤية ان هو فرحان وسعيد وده نتعتبرها ان شاء الله من البشرات الجميلة جدا اللي نستبشر بيها ونفرح بيها اشتركوا في القناة